نلقي نظرة على الأوضاع في مرجعيون جنوب لبنان مع دارين الحلوي هل تغير الوضع قليلا منذ ساعات الصباح الأولى حيث ارتفع القصف دارين فضيلة دعيني أبدأ من آخر التطورات التي تشير وتؤكد إلى وجود طيران حربي يحلق على علو متوسط فوقنا في القطاع الشرقي سمع هديره قبل قليل وسمع أيضا أصداء لانفجارات يرجح إلى أنها قذائف مدفعية أيضا في هذا الأثناء هناك صوت انفجار دوار لا ندري أين سقطت القذيفة أو أين سجلت هذه الغارة على الأرجح أنها تستهدف أطراف مزارع الشبعة المحتلة وهذا يأتي بعد سماعنا لصوت انطلاق صواريخ من القطاع الشرقي أيضا باتجاه أهداف إسرائيلية هذا التطور يأتي بعد عمليات عدة نفذها اليوم حزب الله بحسب بياناته فهو استهدف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع الراهب وأوقع بينهم قتيلا وجريحا بين أفرادهم بالإضافة إلى تجمع لجنود قرب ثكن الدو فيف بالأسلحة المناسبة أيضا أعتقد أن الأصوات الانفجارات ما تزال واضحة إذن أيضا استهداف لتجمع لجنود إسرائيليين قرب ثكنة دو فيف وأيضا استهداف لغرفة رصد قرب ثكنة شميرة وهي تقع في القطاع الأوسط وحققت العملية إصابات مباشرة بحسب بيان حزب الله وأيضا تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بالإضافة طبعا إلى استهداف موقع زبدين الواقع في أعلى مرتفعات مزارع الشبعة المحتلة التي تعرضت أيضا لقصف نعم نعم نحن نستمع معك نعم إذن هذه الاستهدافات كانت بالإضافة إذن الاستهداف هو لأطراف لبلدة الخريبة الواقعة على أطراف رشية هذه الاستهدافات كما ذكرنا التي سمعنا أصداءها قبل قليل ولا يبدو أننا بإمكاننا أن نرصد الصور طبعا الجانب الإسرائيلي اليوم نفذ هجمات عدة بينها ما هو يشكل خرقا كبيرا لسيما استهداف لغارات لأطراف بلدة جبشيت وهي الواقعة في قضاء النبطية طبعا جبشيت خارج شمال الليطاني تقع شمال الليطاني وهي غير مشمولة ببنود القرار 1701 هي بعيدة عن دائرة العمليات العسكرية التي تجري في جنوب لبنان وهذا يعتبر خرق من دون أن يتبين ما هو الهدف الذي توجهت إليه صواريخ الغارات الإسرائيلية أيضا هناك غارة استهدفت بلدة تولين وهناك أنباء عن جريحين أصيبا بجروح طفيفة طبعا داخل البلدة كان الاستهداف وليس على الأطراف هذا يؤكد استمرار إسرائيل باستهداف المناطق السكنية المبانية السكنية المناطق المأهولة بالسكان وهذا يرفع من حدة التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل أطراف رشية الفخار إذن تتعرض لهذا القصف المدفعي المستمر يقع في الأطراف الغربية لرشية الفخار الأمور لم تهدأ يعني عكس ما توقع المعرض أصوات الطائرات لن تهدأ الأمور فضيلة الأمور بالعكس متجهة نوعا مزيدا من التصعيد ولعل اغتيال المسؤول الإيراني في سوريا يشكل أحد العناصر التي يتوقع أن تكون يعني من عوامل تأجيج الصراع أو توجهه نحو مزيدا من التأزم في هذا الأثناء صوت الطيران الحربي الإسرائيلي يمكن سماعه بشكل واضح وربما يتحضر للإغارة على هدف ما في القطاع الشرقي الذي يتعرض منذ عشر دقائق لقصف إسرائيلي متواصل يطال أطراف بلدات عدة كما ذكرنا أطراف رشية الفخار وأطراف بلدة الخريبة الواقعتين في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية شكرا لك دارين الحلوي في مرجع يون التي نقلت لنا طبعا صور عن هذا التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية شكرا دارين